دعت رئيسة كوسوفو فيوزا عثماني الرئيس السربي أليكساندر فوتيج إلى التوقف عن التعرض لكوسوفو واعتبرت أن اغتيال الشرطي كوسوفي مؤخرا عملا إرهابيا شنته قوات شبه عسكرية مدفوعة من سربيا على حد قولها ما أود قوله للرئيس فوتيج هو التوقف عن العبث بكوسوفو كوسوفو ستدافع عن حريتها واستقلالها والسيادتها بأي ثمن إنما حدث في شمال كوسوفو كان هجوما مسلحا شنته قوات شبه عسكرية تلقت الأموال والتدريب والمساعدة والتحريص من سربيا ونظمتها ونسقتها سربيا لقد كان هجوما إرهابيا وعملا عدوانيا من جانب سربيا